طب انا راضي يا زمتكم الافران هتعملها بالطروة والهشاشة والجمال انتو شايفينه ده لما سعر القرصة دي وصل ل7 جنيه وانا عندي 3 بنات واجيب له كل واحدة واحدة يعني هصرف 20 جنيه علشان اجيب لهم 3 قرصات لا ده انا اجيب نص كيلو دقيق واعمل به 13 قرصة بحجم اكبر من حجم المخابز اهش واطرة من بتاعة المخابز مليون مرة بصوا شكلها عامل ازاي عاملة زي الاسفينج بالزبط حرفيا العجين اللي هنشتغل بيها النهاردة من اجمل وانجح العجين اللي ممكن تجربيها في حياتك يلا بينا نشوف المقادير والطريقة لكن من فضلك ما تنسيش تعملي لايك وشيل الفيديو اول حاجة عندي نص كيلو من الدقيق وده دقيق سيب والله من عند العطار عليه نص معلقة ملح صغيرة ومعلقتين حليب بودرة ودول اختياري انا ضيفهم بس عشان اعزز الكومة الغذائية مش اكتر ممكن تشتغلي فيها حرفيا بدون اي حاجة خالص دقيق ومية بس بعد كده عندي معلقتين كبار من السكر ومكعب كده من الخميرة البيرة اللي هات طازة انا بحب اشتغل بيها جدا لو هتستخدمي خميرة فورية يكون معلقة كبيرة بعد كده بضيف ليهم كباية وربع من المية الدفية ببتدي اقلب ودوب كويس او الخميرة مع السكر والمية والخميرة دي مش بتتفاعل زي الخميرة الفورية يعني انا مش بسيبها اريحة بشتغل فيها على طول بعد كده هنزل بيها بخضية المواد الجفة اللي احنا ضفناها او جهزناها واللي حابة فيكو تعجن بحليب مفيش اي مشكلة هتزويد الكمة الغذائية بتاعتها ببتدي ان انا اقلب كويس قوي لحد ما الدقيق بتاعي يختفي وابتدي ان انا اعجن حسيت ان العجينة كانت محتاجة معلقة مية صغيرة بس فضفت معلقة صغيرة خالص اللي هي بتاعت الشاي بعد كده عجنت العجينة بتاعتي كويس مش اقل من 10 دقايق لحد ما تكون معايا عجينة طرية ونعمة بس مش بتلز بعد كده بضيف معلقتين صغيرين من الزيت وابتدي اعجن تاني الزيت بيدي نعومة ممتازة جدا للعجين دايما نخلي الزيت او المادة الدهنية اللي هتضفيها في الاخر خالص ممكن تريح العجينة 10 دقايق وتشتغلي فيها على طول وهقولك تعملي ايه بعد كده انا هسيبها بس نص ساعة وبعد كده هجاهز دلوقتي العجوة او الحشوة بتاعتي دي ربع كيلو من العجوة الطرية او معجون الطمر بضيف له معلقة سمسم ونص معلقة سامنة صغيرة ما تدخليش العجوة الفرن نهائي ولا تحطيها على البتجاز علشان ما تنشفش في القرص ببتدي ان انا اشكلها الصوابع ورفيها بالشكل ده حبت تخنيها اكتر براحتك حبت رفعيها براحتك عموما النص كيلو دقيق بياخد ربع كيلو من العجوة وده العجينة بعد ما تقريبا عد عليها نص ساعة كانت تضاعف حجمها بتديت ان انا قلم العجينة واخدها علشان اعطحها النص كيلو دقيق انا مقطعها ل13 قرصة بس حجمي اكبر شوية بتاعت المغبس اكبر سنة بسيطة مش قوي يعني ممكن تعمليها مثلا 14 او 15 واحدة قد حجم المخابس الوزن الليلة مستخدمية للقرصة الوحدة تقريبا 60 جرام او 58 يعني في الحدود دي ما كانش بتزيد او بتقلي عن كده شكلتها لقرات بالحجم اللي حضراتكوا شايفين بعد كده هيغطي العجينة بتاعتي او الكور بعد ما قورتها مش هسيبها ترتاح تاني ولا تخمر هشتغل من اول واحدة انا عملتها على طول بس دايما تغطيها علشان وشها ما ينشفش هجي بقى دلوقتي على الرخامة علشان ابتدي افردهم انا بحب جدا افردها من غير دقيق لكن لو حضرتك مش هتعرفي تفرديها راشي دقيق بسيطة جدا علشان انا مش عاوزة العجينة تكون النشفة عاوزها ملزاقة خفيف كده عشان اعرف ملزاقة بعد كده بفردها على الشكل يعني مطول بالطول بالشكلين تشايفها دلوقتي وبعد كده هياخد بقى صوابع العجوة اللي احنا جاهزناها واخدها على الطرف وبقفل كويس قوي وبعد كده بلفها رول كده كأننا بنعمل عيش فيه بالظبط مهم جدا تلزقي الاطراف دي وتخليها مقفولة كويس لما يكون انت حط دقيق كتير هتيجي تلزقي الاطراف مش هتلزق معيك كويس بعد كده هلزق الطرفين على بعض وبرده اضمهم وحاول اضبط الشكل بتاعهم ما تقلقيش شكلها مش هيبقى باين بعد التخمير الشكل ده هيروح بس يزبطيها وسويها وخلي شكل اللي احنا مقفلين بالرغيف من تحت يكون من تحت مش من فوق بعد كده بقى بالسكينة او بالمقصة هتبتدي اني كنتي تعملي فيها فتحات بالشكل ده بس بعيدي عن المنطقة اللي احنا مقفلين فيها الاطراف ده بقى الشكل اللي انا بحب اعمله قوي من غير ديقى خالص اي نعم يا بتلزق في الرخامة بس ما تقلقيش بتكون العجينة بتاعتك ملزقة سنة وما بتيجي تقفليها بتتقفل معاك بمنتهى صغلة وما بتفكش بعد كده عاوز اقولك ان احنا العجينة اللي اشتغلنا فيها دي من اجمل العجين وانجح العجين اللي ممكن تجربيها بتقداري تعملي بيها اي نوع معجنات انت حبايا انا قفلت الاطراف وعملتها المرادة بالمقص بس زي ما انتو شايفين الجزء اللي احنا مقفلين اطرافه لازم يكون تحت علشان ما يفكش بعد كده في التخمير رصتها في صاج والصاج بيكون مدهون زيت كويس جدا وقبل ما خمرها ببديلها رشة مية كده بالبخاخة وبحط على وشها شوية سمسم بقى ابيض سمسم محمص ممكن تحطي بزور شية زي ما انتو حبا والتخمير بيكون كالتالي حل او اي حاجة فيها مية سخنة مغلية بحطها على الصاج بتاع الفرن وبعد كده بحط الشبكة وفيها فوق الشبكة بحط الصاج اللي فيه المغبوزات بتاعتي لو انا مرياح العجينة 10 دقيقة في الاول هخمرها في الوقت ده ساعة ونص لكن لو مخمرها في الاول كويس نص ساعة او ساعة في المرحلة دي هتاخد بالظبط نص ساعة تخمير وده شكلها بعد مختمر بدخله فرن سخنة على درجة حرارة 220 بياخد بالظبط ربع ساعة ما تسيبهاش في الفرن اكتر من كده علشان ما تتشافش منك في الفرن وفي اخر دقيقتين ولا علها الشوية تاخد لون بسيط هجاهز دلوقتي بقى مشروب النسكفي بتاعنا شوية نسكفي ده ربطهم بمضرب نسكفي وحطيت عليهم شوية لبن مغلي وشوية مية مغلية وبعد كده بحط على الوش الرغوة بتاعت الحليق بقى عندي كوباية نسكفي او كبتشينه زي اللي بتشربيه في احسن كافي وده بقى شكل القرس بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله شكلها تحفة وهشة وزي القطن طبعا الحاجز تحريه اللي احنا متفقنا عليها بخت المية وتكون بخة بسيطة جدا ما تبلغيش علشان القشرة ما تتكسرش بعد كده يدوب بخة بسيطة خالص وبغطيها بالفوطة وبسيبها ربع ساعة وعلى فكرة لو غلطتيها من غير مدبخيها برضو هتفضل طريق ده شكل القرس ما شاء الله هشة وزي الاسفنج جربوا تعملوها في البيت وانواس قنونت مش هتشتروها تاني من بره ابدا لان حرفيا بتاعت المغبز مش هتكون بالجمال والحلاوة اللي احنا اعملنا بيها قرس النهاردة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله